السلام عليكم يا رب تكونوا بقى الفخير تعالوا بينا النهاردة نعمل الأرائيش الشتوية على الطريقة الفلسطينية بطريقة سهلة وبسيطة معجونا بزيت السيتون والسمسم واليانسون خطيرة حرفيا يا جماعة طريقة تسوية وطريقة التشكيل بتاعتها مفيش أسهل منها طلعوا معاكي التحفة تعمليها وتنسي أي أرائيش شفتيها أو أكلتيها في أي مكان أو حتى اشتريتيها جهزة من مجرد ما تتجربي الوصفة دي هتعمليها ومش هتستغني عنها تعالوا بينا ازاي نشوف هنعرف ان انت تعملي ألز وأطعم أرائيش تعمليها تكون هشة ومقرمشة ومفرغة وطريقتها تحفة حرفيا كمان نجهتها ورحتها بجد تملي البيت بالخير أرائيش شتوية على الطريقة الفلسطينية هتنسيك أي حاجة من المعجنات دقتيها قبل كده زي ما انت شايفة كده تبارك الرحمن حلوة قوي نبدأ كده على بركة الله نسمي الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان ندعي الأخواننا في فلسطين بدعوة حلوة كده في الكومنتات نبدأ كده على بركة الله وكمان لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اشتراك في القناة واللايك للفيديو معايا نص كيلو من الدقيق دقيق جميع الأغراض يعني أي نوع دقيق متوفر عندك حطيت عليه كوباية لربع من السمسم سمسم محمس طبعا كوباية لربع من السكر العادي بس يكون سكر ناعم تمام ومعلقة صغيرة أو معلقة يعني تكون مليانة كده من البيكنج بودر معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر كمان هنا مش هنستخدم خميرة خالص حط زر بسيطة من الملح في حدود ربع معلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين وهنا معلقة من الينسون لو انت حابة تطحاني الينسون برحتك حابة تحطيه صحيح كده بس طبعا بنقل الينسون وننظفه كويس جدا وبعدين بنضيفه هنا معلقة من المحلب أو روح الكحك إذا متوفرة مش متوفرة بنستغنى عنها تماما مفيش أي مشكلة تمام هقلب كل المكونات دي بإيدي كده عشان هنبدأ بعد كده نضيف المكونات السيلة ومعانا هنا خطوة مهمة جدا لازم نعملها ما نستغناش عنها قلب بس السمسم والبيكنج بودر والسكر والإضافات اللي احنا ضفناها دي وكمان زرة الملح ويد دقيق بالشكل ده تأكد انه كله تقلب مع بعض كويس جدا بعد كده بنفس الكوباية اللي عيرت بيها السمسم والسكر هي اللي هعير بيها الزيت هنا هخلط الزيت بتاعي نصين نص من زيت الزيتون ونص من الزيت النباتي العادي عشان ما صعبش الوصفة واللي حابب انه يعملها بخليط زي كده يعملها وما يلاقش خالص وبرضه هتبقى نكهة زيت الزيتون هي اللي غالبة على الطعم والنكهة بتاعتنا زي ما انتو شايفين انا عيرت كوباية اللي ربع من نفس الكوباية اللي عيرت بيها كل حاجة من الزيت وده خليط من الزيت زيت زيتون وزيت نباتي عادي تمام هنا بقى خطوة مهمة ان انا لازما ابس الزيت ويا الدقيق كأنك بتبسي كحك بالزبط تمام شايفين بابسه ازاي تفرولي كده بايدك وتتأكد ان كل الدقيق تغلف تماما بالزيت والزيت اختلط مع كل المكونات اللي احنا ضفناها قبل كده وصفة بسيطة وسهلة وبدون خميرة وبدون وقت اختمار وهتعمليها وتنفيذيها على طول عجنها كمان سهل جدا لان طبعا كلنا عارفين ان بمجرد ما بنبس الدقيق ويا المادة الدهنية اللي هي الزيت دي بعد كده اضافة المياه بتكون سهلة جدا تخدش مننا وقت في العجن مش محتاجة عجان مش محتاجة اصلا مجهود في ان انت تلمي العجين شايفين انا هنا يعني كلها تغلفت تاخد شوية كده تقفلي عليهم بايدي الجامد تلاقيها تجمعت مع بعضها وبعد كده بتفرو العادي كأنها زي الرملة المبلولة تمام تأكد اني مفيش ولا حب الدقيق ما تغلفتش بالزيت اللي احنا ضفناه بعد كده معايا كوباية من المياه هضفها بالتدريج لحد ما تحصلي على عجينة طيعة ولينا معاكي مش ناشفة وقاسية ولا حاجة وفي نفس الوقت ما تضيفش مياه كتير عشان كل ما هتينضيف مياه كتير تنشف معانا القرائش قوي خدي بالك من الخطوة دي لو انت حبها تكون ناشفة ومقرمشة قوي وتحب صوت القرمشة في القرائش قوي زودلها شوية مياه عايزها تحسي برضو بالقرمشة والنعومة والدوابان كوباية وربع مياه كفاية جدا على نص كيلو دي تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده كله كده مع بعضه ما شاء الله تبارك الرحمن ما حددش مني وقت خالص ما حتاجتش وقت في العجل ولا ان انت تليديها كتير ولا الكلام ده كل زي ما احنا شايفين كده كمان العجينة بتسلك من ايدك وبيدك بتنضف منها بكل سهولة كده وبكل بساطة سبها بس في حدود خمس عشر دقايق ترتاح يعني الوقت هنا على حسب ما تحب يعني عشر دقايق ربع ساعة حلويدا بعد كده هبدأ ان انا اشكل العجينة طبعا بتأكد ان الرخامة بتاعتي نضيفة ولسهولة التشكيل عشان ما تحتاجيش دقيق افضل طريقة تشكلي بها اي معجنات ان انت تفرديها على اكياس مشمع بالشكل ده وانا هنا بعد ما فتحت كيس مشمع اديت ودهنة بسيطة جدا من الزيت بايدي كده شكل بسيط خالص بيتوتي مش محتاج اي ادوات ما بهدل ناشت مطبخ معنا ولا احتاجنا ادوات كتير ولا اي حاجة حطيت كده قطعة من العجين هبدأ ان انا اقفل عليها الكيس طبعا يعني بالنظر كده عينك الميزان قدري القطعة دي هتفرديها تكون على قد الكيس التلاجة بتاعك ده تمام هبدأ بقى ان انا اقفل عليها كيس التلاجة وافردها بيننا الشابة بالمردانة اي حاجة عندك عايز اقولك كمان لو انت عندك الرول بتاع ورق الزبدة اللي هو بيكون روله عبارة عن كارتون ده ممكن جدا تفردي بيه العجينة دي ممكن جدا كمان تفرديها بايدك بدون اي ادوات لانها سهلة طيعة عجينة خفيفة كده احنا محتاجين نخلي سمكها زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي كمان طريقة تشكيلها عندك قطعات مدورة براحتك ما عندكيش قطع شوفي انا هعمل بايد الوقتي وهنشكلها بايه وهتطلع معاكي سهلة وبسيطة طبعا هنا تتحكمي انت كمان في القطر بتاع دايرة الارايش اللي احنا هنشكلها هنا طبعا انا بمشي عليها ايدي علشان بقدر بالطريقة دي احس العجينة يعني تكون مستوية زي بعضها ما تكونش جهة عالية او قطع عالية وقطع مفروضة قوي تمام طبعا هنا بقق كوباية كوباية اللي انتشوفتها معايا دي نسبتني جدا عندك بقق كوباية يكون اوسع من كده ممكن تستخدميه اي حاجة عندك او قطعات براحتك انا هنا هقطعها بقق الكوباية بالشكل دا خدتش مني وقته خالص العجن كله على بعضه ما خدش خمس دقايق بالاضافات وعشان خطر التصوير انا لو من غير تصوير هحط كله على بعضه كده وحتطلع معايا تحفا شايفين بقى هنا السمك قد ايه طبعا واضح بقى فيها السمسم واليانسون والنكهات الامر اللي احنا ضفناها عليها دي صنية مدهونة زيت خفيف جدا وممكن جدا ما تدهنهاش ولكن علشان تكون سهلة بعد التصوير انك تطلعيها من الصنية دهنة بسيطة جدا جدا من الزيت شايفين سمك الارائش روع يا جماعة حرفيا بجد وصفة من اجمل وصفات الارائش اللي انا عملتها معاكو قبل كده الوصفة دي يعني نستني كل انواع الارائش بتاعة الافران اللي احنا عملناها والارائش المصرية اللي عبارة عن صوابع وكمان الارائش بعجوة اللي طلعت اطعم واحلى منها بكتير وكمان الفايدة السمسم له فوايدة عالية جدا انا خلصت كل الكمية تشكيل مع نفسي بقى بعد مواردكو الطريقة وعملت معايا الصنيتين دول تبارك الرحمن صنية كبيرة صنية متوسطة زي ما انتو شايفين هسيبها بس ترتاح خمس دقايق اعلى ما الفرن يسخن لازم ان تدخل فرن سخن محمي مسبقا هحطها على الرف اللي في النص هشغل الفرن من تحت وكمان هشغل الشواية بتاعته لو انت الفرن بتاعك بطيمر هتعايري على درجة حرارة 150 او 160 لو انت الفرن بتاعك زي بتاعك كده بدون تايمر هحطيها على الرف اللي في النص هشغلي الشواية على الهادي وشغليها من تحت وهتطلع معاك باللون الامر ده تاخد معاك في حدود 10 دقايق على نار متوسطة يا جمع طلع ما ارمشها وجميلة بعد طبعا هي سخنة انا بمسكها هنا وهي سخنة عشان اوريها لكم بالشكل ده بعد كده هتشيليها من الصواني وتحطيها بقى عندك في علبة حفظ تقدميها تفطري منها مثلا بين الوجبات بصوا هي بجد بتعمل البيت بالخير وريحة الخبز والبيت دي حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن وهي كباية شاي كده وقت العصاري بتفرق معانا كتير تقدميها بالشكل الامر ده جد حلو وقوي رحتها ونجهتها خطيرة حرفيا طريقتها سهلة وبسيطة اتمنى تعجبكو وتقولولي رأيكو في التعليقات وما تنسوش دعوة حلوة لأهلينا في فلسطين اللهم حرر الأقصى وفلسطين ونجينا من القوم الظالمين اللهم آمين